تحكينا على قضية الأهوار نعم يوم مستبيت أطلقنا أكبر عملية مسح ميداني لمنطقة الأهوار احنا جانا كتاب من الأمان العام المجلس الوزراء يعتبرون منطقة الأهوار منطقة من كوبا بسبب أنه عمليات الجفاف الحاصلة بمنطقة الأهوار 100% صح يوم أمس جرينا عملية مسح ميداني انطلق صباحا لحد ساعات متأخرة من الليل جميع الفرق بحث اجتماع أكثر من 300 بحث اجتماعي دخلنا على منطقة الأهوار نعم حتى مناطق بعيدة أكثر من ساعة كاملة يعني بالمشحوف وبالي الله وصلنا لهم يعني مع كل الأسف منطقة من كوبا بكل معنى الكلمة اشقد أنتوا أصلا شاملين بالأهوار بالشبايش تحديده قضاء الشبايش بصورة عامة المشبولين هم 33 ألف أسرة حسب الحصص الموزع لكل قضاء أنه بالإمكان أنه نزيد عدد الحصصة إلى 10 ألاف أسرة تشتمل إلى 33 ألف أسرة في منطقة الشبايش يوم أمس أجرينا مسح كامل لمنطقة الشبايش جيد خاصة منطقة الأهوار جيد أخرجنا العوائل حتى المنقدم استمارة أجرينا لعملية البحث الاجتماعي أسر لا تعرف لا إنترنت ولا أي شيء لا حتى لا تهرباء يعني مناطق كل شيء فإن تصار البحث آني وقت بنفسه وقتي هو التقديم وأيضا إجراءات وتدقيق وكل شيء مسح كامل مسح كامل لهذه المنطقة جيد كل الأسر اللي اليوم أمس تم الاستهداف مالتهم اليوم نعالج بياناتهم ندخلهم على قاعدة البيانات وإن شاء الله ضمن الوجبة الأولى للشمول رح يستلمون الكي كارت جيد أسر مسحوقة أسر يعني خارج مستوى خط الفقر حتى مهم ضمن خط الفقر هذا هو واقع مالتهم واقع مؤلم أنه الجفاف مع كل الأسف الجفاف أنه حتى الحيوانات هذه الثروة الحيوانية صار عندهم وضافة لهذا يعني تعاهد لهم وزير العمل الشؤوني اجتماعية وصل صوتهم اتصل لكافة الوزراء وكلهم كانت للأمانة كانت استجابات سريعة من قبل حتى الطرق والجسور ووزارة الكهرباء حتى الخدمات الأخرى أيضا طالب بها ومهمة حتى شركات الاتصال تصنبهم أمن لهم اتصال وأبراج يعني إن شاء الله البارحة هم نفسوا أمل إن شاء الله أنت مثل ما قلت أنه الحمال الاجتماعي من تدخل منطقة كل الخدمات كل الخدمات حتى الحمال الاجتماعية أي تقصير موجود أي خدمات ناقصة موجودة أنتم مسجليها وهذا ما أكد عدوات الرئيسي وزراء أمر قبل تقريبا أسبوعين يعني تعاون مع الجهد الخدمي ويجهد الخدمي ولان متواصلين أي منطقي هم يسوون بهجهد خدمي هم والباحثي الاجتماعي رح يكونون أكو كادر وفريق موجود طيب